السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة ان شاء الله بازن الله النهاردة يكون موجود معانا فرصة ممتازة جدا بس طبعا كالعادة قبل ما نتكلم عنها احب اوضح اللي احنا عرضنا فرص ومنح كتيرة جدا سابقة ودي القناة بتاعتنا هتلاقوا منح كتيرة جدا منح موجودة في اليابان في كوريا الجنوبية تايوان فرنسا امريكا دول كتيرة جدا مختلفة بالاضافة كنا تكلمنا عن سلسلة فرص التطوع والسفر الخارج وعرضنا بعض المواقع اللي بنخلها تقدر تلاقي فرصة عمل بكل سهولة اه وكمان كنا عرضنا فرصة وفرصة التطوع في فيتنام كانت تقديم اللي بول فيها حاصران عن طريق قناتنا وكانت شاملة موظم التكاليف وتم اعلان آآ وتم اعلان الفازين في هذه الفرصة وان شاء الله بإذن الله يكون موجود معنا فرص جاية كتير التقديم اللي بول فيها حاصران عن طريق قناتنا آآ بالاضافة كمان كنا علاننا على خدمة وخدمة المساعدة في التقديم لأي فرصة ومنحة انت عايزة تقدر تقدم من خلالنا آآ بشكل احترافي ونقدم لك بشكل كامل او تقدم بنفسك باتباع شرح الفيديوهات بتاعتنا الموجودة على القناة. وعشان توصلك اي حاجة جديدة من القناة بتاعتنا يريد تعمل وتضغط على الجرس صوير ده عشان كل الفرص توصلك بسهولة. وحب اناوي كمان ان جماعة رابط جروباتنا على الواتساب وجروبنا على الفيسبوك ورابط التقديم الخاصة بالفرصة اللي نتكلم عليها النهاردة. هتلاقو موجودة في صندوق الوصفة اسفل الفيديو. طيب خلينا كده نبدأ على بركة الله ونتكلم عن الفرصة بتاعت النهاردة. هو برنامج تدريبي وزيارة لسلاس دول. تمام? الفرصة بتاعت النهاردة هتكون عبارة عن زيارة لسلاس دول وهيكون برنامج تدريب. الجهة المانحة اللي مقدمها الفرصة دي هي الامم المتحدة. طبعا غنية عن التعريف. اه الدول اللي هيكون فيها التدريب اللي هما التلات دول هيكون فيه النمسا وسويسرا واليابان. يعني حضرتك هتاخد تدريب في التلات دول دول مع بعض. هتكون زي رحلة كده للتلات دول. اه مدة البرنامج ده هتكون اسبوعين. انت هتاخد تدريب ده في التلات دول دول نمسا وسويسرا واليابان. هتاخدهم لمدة اسبوعين والتدريب ده هيبدأ من اه او هيبدأ في يونيو الفين وعشرين. طبعا التاريخ ده هيكون مناسب للجميع سواء طلاب او خارجين بحيس اللي هيكون فترة اجازة اه الدول متاحة للتقديم جميع الدول متاح للتقديم. اي شخص متاح للتقديم من اي دولة سواء الدول عربية دول افريقية دول اسيوية متاح لهم التقديم. التمويل بقى في الفرصة دي. الفرصة دي ممولة بالكامل. اه من حيس تذكر الطيران ذهبوا عودة عليهم سواء للتلات دول او سواء اه تذكر الطيران من بلدك الى التلات دول دول. اه كمان هيكون فيه سكن فندوقي مجانا الطعام مجانا هيكون فيه شهادة عشان اه يعني بعد انتهى المؤتمر هيكون فيه شهادة هتاخدها كدليل انك اه شاركت في البرنامج ده او المؤتمر ده لانه طبعا هيكون برنامج تدريبي وهيكون فيه مؤتمرات وسم النرز وحاجات كتيرة جدا. فهتاخد شهادة انك شاركت فيه. وطبعا فيه مميزات اخرى كدليل. تمام? اه طيب مواضيع المنح بقى. المنح دي او الفرصة دي بتتكلم عن ايه بالزبطة وايه المجالات اللي هيتم فيها التدريب. فيه مجالات كتير جدا زي التاريخ العلوم الاقتصاد اللغات الاعلام المسرح الكتابة والابداع واي مجال اخر انت عايز تنضم ليه متاح. تمام? يعني هيكون المجالات الرئاسية اللي هيتم التكلم فيها زي التاريخ والعلوم وكده. ولكن لو حضرتك درست مجال اخر او بتفهم في مجال اخر ممكن عادي برضو تقدم للفرصة دي بدون وجود اي مشكلة. طيب شروط التأديم بقى ركز معاه في الشروط كويس اوي. اول حاجة ان يكون عمر متقدم من 18 الى 24 سنة. اه طبعا اه يعني معظم الفرص او المنح بشكل كبير بيهتموا بموضوع العمر ده لازم انت تاخد الموضوع ده بعين الاعتبار. ومن 18 ل 24 سنة لازم ده يكون سنة المتقدم. اه طبعا ليس مطلوب شارة لغة انجليزية مش مطلوب منك اي التستويفل ولا اي اشهادة خالص. فقط تكون بتعرف اللغة الانجليزية على الاقل بشكل متوسط يعني عشان تقدر تتواصل مع الاشخاص هناك وتقدر تفهم من بردامج. ده بالنسبة للشروط التقديم. طيب الاوراية المطلوبة للتقديم. مطلوب منك بس اه حاجتين. تلات خطابات توصية ورقية. اول حاجة. تمام? اه طبعا اه اصد هنا بالورقية انها مش هتحتاج اه توصيات اونلاين. يعني مش هتحتاج بان انت تجيب اه ايميل اه دكتور جامعة عندك او صاحب عمل وتجيب بيانات ولا. اي توصية معاك او اي توصيات ورقية تكون بعدد تلات توصيات يتم وضعها في الابليكيشن عادي. اه مطلوب منك كشف الدرجات. تمام? كشف درجات لو انت بتدرس دلوقتي حاليا في الجامعة. يبقى تجيب كشف درجات بكل المواد اللي انت درستها. لو مخلص يبقى برضو تجيب كشف الدرجات وشهادة التخرب بتاعتك. كافية التقديم بقى في الفرصة دي. عشان تقدم في الفرصة دي. اه في اه ابليكيشن هيتمنى اونلاين تحط فيه كل البيانات وتحط فيه الاوراية المطلوبة وكده انت مليئ. طبعا ما فيش رسوم على ولا فيه شيء. مجاني. اخر معادل التقديم في الفرصة دي هو تمنتاشر مارس الفين وعشرين. طبعا نقول زي آآ لسه مسلا حوالي شهر وشوية. قبل ما انتهي التقديم ليه الفرصة دي. فتقدر تجهز نفسك وتقدم آآ يعني في الوقت اللي تحق. آآ هنا انا هتطلقوا او آآ هنا المفروض يكون الموقع الرسمي للتقديم مش التقديم ده الموقع الرسمي. هتينجي تضغط عليه. هيفتح معاك الموقع الرسمي المنحة. تمام? او للفرصة. هتلاقي كل التفاصيل هنا بتاعت الفرصة. آآ ده موقع هتلاقي كل التفاصيل آآ بتاعت المنحة هنا من حيث آآ التلات دول اللي هيتم فيهم التدريب فيينا جينيف هيروشيما جزاكي. تمام اللي هي في اليابان. كل التفاصيل هتلاقي موجودة هنا تقدر تطلع عليها. تمام? آآ ونرجع تاني بقى عشان نقدم للمنحة دي او للفرصة دي. المفروض نقدم من هنا انا هنا هتطلوكوا رابط التقديم. اللي هو قدم الان. هتيجي تضغط عليها هيفتح معاك التقديم. لما تضغط عليها التقديم هيفتح معاك بالشكل ده. تمام? مطلوب آآ مطلوب منك اربع لازم تملاهم ولما تملا الاربع دول يبقى انت كده قدمت للمنحة. اول حاجة هي او معلومات الشخصية بتاعتك. تحط زي اسمك. الاميل بتاعك. اسم العائلة. تحط بتاعك تاريخ ملادك. الدولة اللي انت مقيم فيها حاليا. آآ والمدينة. وآآ الكود دولة. تكتب المكان او الشارع اللي انت آآ متواجد فيه حاليا. تكتب الجنسية بتاعتك رقم تليفونك. لو عند الجنسية تانية تكتب الجنسية التانية اللي عندك. وهكزا. تمام? ده بالنسبة لاول سكشن. تيجي هنا عند كلمة بتضغط عليها عشان تخش اللي بعده اللي هو هنا بتكتب المؤسسة اللي انت حاليا بتدرس فيها واللي انت خلصت منها. تمام? يعني انا بدرس مسلا آآ لسه حاليا في كله اكتب الكلية دي. انا خلصت من الكلية مسلا بتاعتي او من الدراسة يبقى اكتب اسم برضو المؤسسة اللي انا خلصت منها. او انتهيت من الدراسة فيها. تكتب الدرجة اللي انت حصولت عليها هل بشرار ولا مستر ولا دكتوراه ولا نوع الدرجة العلمية اللي انت حصلت عليها. تمام? اه ده بالنسبة هنا الخاصة باي كلية بالتحديد درست فيها. هنا تمام? اه بالنسبة ليه بتاعك. مسلا درست فيه الطب مسلا درست فيه الهندسة درست في الاقتصاد. تمام? بتكتب هنا اه الدرجة. او بتكتب قصدي التخصص يعني اللي انت درست فيه. وبتكتب انت خلصت امتى? او متوقع تنتهي اه من الدراسة. تمام? اه طبعا تقدر تزود كزا هنا. اه على حسب بقى انت مسلا درست في جامعتين درست في جامعة واحدة. فبتقدر تضيف اه بالعدد اللي انت عايز. خلصت من الجوزة ده بتخش على الجوزة اللي بعده. تمام? في هنا اه ده بالنسبة للعمل. يعني خبرتك العملية. هل انت اشتغلت قبل كده? فلو مسلا انت اشتغلت في اي عمل سواء عمل مدفوع الاجر غير مدفوع الاجر. سواء انت اشتغلت مسلا بعد لما خلصت دراسة اشتغلت اثناء الدراسة اه اشتغلت في اي سن. يعني مش محدد انك تكون اشتغلت مسلا بعد الدراسة. لا عادي ممكن اي سن اه واي خبرة عملية. تكتب اسم المؤسسة اللي انت درست فيها واسم اه السوبروفايزر المسؤول عن العمل اللي كان متواجد معاك. اه تكتب انت كان دورك ايه بتاع العمل ده او بتاع 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 بتاعك. اه تكتب التاريخ البداية وتاريخ النهاية تمام? وتكتب مسؤوليتك يعني اللي هي المهام بتاعتك او كنت انت بتعمل ايه? توضح هنا بشكل اكبر ايه المهام اللي كانت اه موجهة لك. تقدر بقى تضيف كزا ايتم بالنسبة للورك تضيف مسلا اتنين تلاتة عشرة زي ما انت عايز. طيب خلص الجزء ده تخش على اللي بعده. تمام? تضغط خش على الجزء اللي بعده. وهنا بقى اركز معي عشان هنا مطلوب مقالتين. والمقالتين دول مهمين جدا. تمام? لان دول يعتبر هم اللي هيميزوا اه كل شخص عن الاخر. فلازم ان انت هتتم بالمقالتين دول جدا. اول حاجة وهي خاصة انك بتتكلم ليه انت عايز تنضم للمنحة دي. اه سبب اختيارك للمجالات اللي موجودة في المنحة وما الى زلك. تمام? يبقى انت هنا بتتكلم عن ليه عايز تنضم للفرصة وتتكلم بقى الفرصة دي هتفيدك بايه? والاشياء دي. في المقال التاني اللي هو يعتبر قريب من ولكن هم عايزين وهنا لحاجة معينة. اقرأ السطر اللي موجود تحتها. بيقول لك ان لازم انت تتكلم فيه عن حاجة اسمها التغيرات المناخية والاقتصاد واي حاجة مرتبطة بالسوشال الاجتماعيات. تمام? فبيقول لك وضح لنا ان ازاي انت هتقدر اه من خلال مسلا معرفتك بهذه الاشياء او المجالات دي يعني على الاقل يكون عندك خبرة بسيطة في هزي المجالات. فانت من خلال معرفتك البسيطة في هزي المجالات. ازاي ممكن تطور من نفسك? وكمان تساعد الاخرين بيعطوهم افكار جديدة في هزي المجالات. تمام? يعني الاخرين بمعنى الاشخاص اللي هيكونوا متواجدين معاك في البرنامج المتقدمين الاخرين. فلازم تتكلم بحد اقصى خمسمائة كلمة وتكتبهم هنا وهنا برضو المقال ده اللي هو بحد اقصى خمسمائة كلمة. تمام? بعد لما تخلص المقالتين بتيجي هنا اه هنا بقى خطابات التوصية ومطلوب منك تحط التلات خطابات توصية. وعلى الاقل يكون واحد فيهم من آآ مؤسسة غير اكاديمية. يعني لازم لازم مثلا اتنين يكونوا او مش لازم يعني على الاقل لوحد فيهم يكون آآ من مؤسسة غير اكاديمية ومسلا الاتنين الباقيين يكونوا من مؤسسة اكاديمية زي جمع او ما ما الى ذلك. ولكن آآ ما ينفعش ان التلت يكونوا من جامعة. من اسات زت او دكاتر الجامعة. لازم يكونوا من مجال واحد فيهم من مجال خارج المجال التعليمي. اه طبعا بتحطون كلهم في ملف بيدي اف واحد. تمام مع بعض. هنا اللي هو كشف الدرجات بتاعك او شهر التخرب اه بتحطها هنا. اه بيقول لك هنا بقى اذكر انت عرفت المنحة دي ازاي? تحط مسلا من قناة على اليوتيوب من الفيسبوك يعني تحط اه انت عرفت عن الفرصة والمنحة دي ازاي? وهنا بتعمل بقى لكل الاشياء دي. تمام? وهنا بيقول لك اجريمنت يعني اتفاق لما لو حضرتك تم قبولك في المنحة دي. لازم تعطيهم صورة من جواز السفر بتاعك. يعني جواز السفر مش مطلوب دلوقتي. ولكن لو تم قبولك فيما بعد توفر لهم صورة جواز السفر وتعطيهم اه شارك بتاعتك او كشف الدرجات بتاعك يعني الاصلي. تمام? اه وطبعا تضغط لكل الحاجات دي. وبعد لما تخلص تضغط على كلمة لما تضغط على كلمة يبقى انت كده قدمت للمنحة دي بنجاح من غير وجود اي مشكلة. تمام? اه طبعا انا كده شرحت لكم المنحة اه بالتفصيل وتكلمنا عن كل حاجة في المنحة دي وان شروطها العمر ما بين 18-24 سنة والتمويل بتاعها وانها هتكون لمدة تسبوعين هتكون في تلات دول نمسا وسويسرا واليابان يعني فرصة ممتازة جدا ما تضيحاش من ايدك لو الشروط بتاعتها بتنطبق عليه. اتمنى لكم التوفيق والقبول فيها. اه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.